تجري الاستعدادات لعقد المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام على قدم وساق رغم استمرار الطائرات الروسية في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة التي تطالب بضرورة تهيئة الظروف وابداء حسن النية قبل المفاوضات كما تشدد الفصائل المسلحة على ضرورة وقف استهداف المدنيين وفي سباق مع الزمن تسارع قوة نظام الخطام مستخدمة مختلف الأسلحة وبمساندة من الطيران الروسي ودعم من ميليشيات أجنبية ليسقط العشرات بين قتل وجرح في سوق شعبي بحي السكري بحلب جراء استهدافه بصاروخ فراغي روسي فيما أدى قصف روسي آخر إلى مقتل 13 شخصا في ريف إدلب في غضون ذلك احتدمت المعارك بين الثور والنظام في ريفي حماء الجنوبي وحمص الشمالية في حين أعلنت كتائب المعارضة تكبيد قوته وميليشياته خسائرنا بريف حلب ودرعا أما في ريف إدلب فقد استنفرت قوة المعارضة عناصرها لمواجهة تقدم النظام ورغم الدمار انهيال أكثر من 80 خزيفة باليوم وأكثر من 12 غارة طيران كل غارة معدل 6 ضربات أو 4 ضربات نقلناهم درسا لا يعلم به إلا رب العالمين المرسد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن مسلحي داعش قتلوا 135 شخصا على الأقل بينهم 85 مدنيا و50 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم على عدة مناطق بمدينة دير الزور واختطف داعش ما لا يقل عن 400 مدنيا بينهم نساء وأطفال بعد أن تمكن من التقدم في القسم الشمالي الغربي للمدينة ويسيطر داعش على معظم محافظة دير الزور المجاورة للعراق منذ 2013 بما فيها حقول النفط الرئيسية في حين يسيطر النظام على أجزاء من المدينة منها مطار عسكري يحاصره داعش ترجمة نانسي قنقر